العلاج إيه بقى؟ علاج التكايوسات أولاً الوزن الزيادة ده لازم ينزل ده نمرة واحد بس هوا الفرق يعني الوزن مش كيلو إن شاء الله كيلو يعني فيه سيدات بتبقى عرفة بتتأثر من الكيلو آه من الكيلو مدام فيه وزن زيادة يبقى ينزل إحنا عندنا خمسة ستة كيلو زيادة ننزله خلاص ده نمرة واحد نمرة اتنين هناخد منظم للدورة هي ماينفعش إنها تتصور إنها أول ما هتنزل الدورة هتنتظم لأ أنت قاعدة بتقول طول عمري كده ما ده غلط أول ما الدورة تبتدي تتلخبط بالطريقة دي لازم أتعالج العلاج لازم كل بنت تبقى فاهمة إن لازم الدورة تيجي كل شهر حتى لو بأدوية بالزبط لسه كنت أقول كده تيجي طبيعي أو تيجي بأدوية المهم تيجي كل شهر خلاص يبقى لازم أنظم الدورة لازم أخس ومش أخس النهاردة ستة كيلو دول وبعدين أرجع أدخنهم بعد شهر ما هو ده هيلخبط الميتابوليزم اللي هو الأيد بتاعي فلازم أن أنا أعمل حاجة اسمها change of lifestyle النبقنات اللي عندهم تكايسات لازم يأكلوا بطريقة معينة طول عمرهم مش يومين تلاتة إيه بقى الأكلات اللي بتنصحيهم من هما يبعدوا عنها هما يزودوا قوي في البروتينز ويقللوا جدا في النشويات وطبعا يأكلوا خضروات وفاكهة وكده ويمنعوا خالص السكريات حتى الفاكهة ما تبقاش كتير زينة صايح لمريدة التكايسات ولازم يشربوا مية كتير ويعملوا أي رياضة مش رياضة مش لازم رياضة عنيفة مش لازم رياضة مش لازم تروح مكان أو كده إن شاء الله تمشي عايزين ساعة ثلاث مرات في الأسبوع ده نمط الحياة بتاعها مش النهاردة ولا بكترى وتتوقف بمرور الوقت الدنيا تتصبت حاجة مهمة جدا عايزة أقولها للبنات بتوع التكايسات عشان بيقول لي كتير عملت عملية الدكتور قال لي هشيل التكايسات ما فيش حاجة اسمها كده ما فيش حاجة اسمها عملية تشيل التكايسات العملية اللي بتتعمل عشان التكايسات هي لتحفيز المبيض لو أنا فشلت في التنشيط يعني لازم تبقي متجوزة وخدتي منشطات وفشلت المنشطات مش عارفة تحملي مش عارفة تحملي وفشلت المنشطات إنها تطلع تبويض مش إنك تحملي لا ما إحنا ممكن ننشط وما تحملش الحمل ده لازم نفهم إنه رزق يعني إحنا بناخد بالأسباب بنحاول ولكن حدوث الحمل من عدمه ده حاجة بتاعت ربنا واخد بالك فإحنا لازم يكون فشلنا في تنشيط المبيض مش فشلنا في الحمل فشلنا في تنشيط المبيض ودينا كل حاجة رص وحقا وكل حاجة وما حصلش تنشيط فساعتها بنلجأ للعملية إنها تحفز المبيض إنه يستجيب للعلاج لكن البنت ما تجوزتش ممنوع إنها تعمل علاج للتكايسات عملية للتكايسات لكن عايزة أقول حاجة مهمة جدا إن العملية ديت مش بتشيل التكايسات دي بس بتحفز المبيض علشان بس إيه مش أي حد يقولك اعملي عملية تشيلك التكايسات تصدقي مفيش